في هذه الكنيسة، كنيسة سيدة النجاة التي اتقع في قلب العاصمة العراقية بغداد تجرى تحضيراته على قدم وساق لإقامة قداس كبير بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته للعراق في الخامس من شهر مارس الجاري وصلنا ثلاثة أربعة شهر عمل نستعد لهذه الزيارة عملنا اجتماعات عديدة ورتبنا الأمور كلياتها بحيث أن تكون الزيارة ناجحة وتكون مسمرة بنفس الوقت التحضيرات لم تقتصر على الكنيس والأذيارة المسيحية فقط فصور الترحاب بزيارة البابا غصت بها شوارع المدن العراقية فضلاً عن حالة تأهب وانتشار للقوات الأمنية وجهت المعنية المختصة بغية توفير الدعم الأمني واللوجستي لإنجاح هذه الزيارة غير المسبقة السعدادات كما نلاحظها في عاصمة الحبيب بغداد هي جيدة جداً وأكيد الدولة قادرة على توفير الأمن لزيارة السيد البابا فرانسيس وخصصاً أنه المتبقية هي فترة جيدة لتأمين كافة المتطلبات لزيارة السيد بابا وسط ذلك أعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بزيارة البابا فرانسيس إلى العراق أنها أنهت كافة الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة المتعلقة ببرنامج زيارة وجدول التنقل بين المدن العراقية المقرر زيارتها وهي بغداد وذيقار والنجف والموصل وأربيل يعاول سلسة العراقيون كثيراً على إنجاح زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتكان إلى العراق فهم يرون بأن نجاح هذه الزيارة سيعزز مكانة البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على المستوى الداخلي والمستوى الدولي من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضي الغد اشتركوا في القناة